اقسموا بالله العالي العظيم أنا كنقوله في الرقبة ديالي ومكاتي صاحب الجلالة نصاراه الله وأياده السد مهدد اقسموا بالله في الرقبة ديالي نشهده بأن السد مهدد أكبر تهديد خاطر دابا أنا عبد الضاحف قل لي سبتهم لي يلا أعطيني التفل المغربي تبصح شكونوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم سعيد أحوكال من جماعة الزينات قيادة بن قريش عمالة تيطوان طلب ديالنا أنهات الساكينة والسكان فلاحي منذ فترة ومنذ عقود نحن كان عانيهم كثرة المقالي التي توجد فوق الساكينة وأمام السد الشريف الإدريسي الذي يتأثر بالتفجيرات العنيفة والقوية بسبب هذه التفجيرات المتنوعة التي يستعملونها أصحاب المقالع لا يحترمون الدفتر التحملات ولا يعترفون أصلا على ما أقول وأرجعوا الفيديو يا أختي وإخواني الكرام دائما كنقولها في الصفحة يعني على هذا المقالع لدينا نجرسة للمسؤولين مسؤولين هم من الجماعة المسؤولين الجماعة هم من يبيعوا هذا الأراضي المرفق أراضي مرفق الجماعة الجماعي أرجع المرفق الجماعي لم يبقى شيئا ديال الساكينة السكان فلهذا كل عام كل سنة كانوا نتخبوه كانوا نجبروا الرئيس دائما كيجيبنا مقلع جديد وإحنا دائما عنا العريضة دائما بالإمضاءات الساكينة بكل شيء فلهذا كنتفجأوا مقلع آخر مقلع في هذا العام ما قمنا بتغير سمعنا ولبنا الطالب ديال الوطن تغير تغير نعم للدستور إحنا الواجهة ديالنا قمنا بتغير ولكن بعض مناطقنا في جماعة الزينة ما قاموش بتغير يعني توما أتفهموه لاش إذا ماشي مع التغير وماشي مع الإصلاح وإحنا دائما مع المالك ومع الإصلاح ودائما كمغيون القانون وكمغيون الوطن ودائما جنود مجندون وراء صاحب الجلال لإفضحة الفاسد والمغرب مستقبل إن شاء الله ظاهر ولما لا وإحنا كلنا مواطنون مسؤولين على هذا الشيء لوقع في الوطن إحنا بدنا الأضرار دائما كيكدو علينا يعني الناس مقرأت هنا بجدوص لكم هذة الفكرة الدون ناس للحباسات علش كيجوا يعرضوا يعملوا تضامون ديانهم يقولون لهم حيدوا علينا المقالع إذا الشي كي يدينا دائما كنطلبوا رفع الأضرار والإصلاحات من الساكينة الساكينة ما كتخدمش فهذا المقالع وما كيجيبوا ناس آخرين من المواطنة آخرين يقولوا هاتوما الساكينة خدامنا لا أقسموا بالله العالية العظيم وفي الرقبة ديانا وفي الرقبة دراويش اللي هنا مساكين كيانوا لا بالصحة لا بالبيئة لا بالزراعة لا بالفلاحة لا بالفرشة المائية أقسموا بالله لا بقى لنحال ما بقى آخر المتنفس الآخر كان عنه هنا في أجرامو لكي يضروع لها الصحفة يعني مرفق الجماعة الجماعة ديال الساكينة كيسمي واسيمة أجرامو وما كيشي مقلع أخوتي الإخوان المغاربة وما كيشي مقلع كيشي مقلع كيشي أمام الساكينة إلا بأمطار قليلة هنا كنا 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 عرضو كي ديونا الحباسة أخي ديالي إحنا كنقولوها وإحنا عارفين بعض المسؤولين تصلوا بنا قانون جيتوا بعادين مكانوا كتعرضوا لكم كتعرضوا لكم كتعرضوا لكم الملفات ديالكم ماذا الأصدقاء يريدون أن نضلوا في هذا الشيء الذي يقبل مننا أقول الله هذه من كلاو العصا أقسموا بالله كلاو العصا من عند المسؤولين جماعة الزينة وما يبحثوا عليهم هذه المافيا التي عندنا هنا من 2000 والزينة الآن ترى نور وسقسي أجيون دار للدار كل ديار الزينة هنا السكان مشقوقين أقسموا بالله العالية العظيم والله فوق الجامع ودائما الله الوطن المالك والقانون فوق الجامع الساد هنا السكان ساقسي أي واحد السكان لا يخاف شي يخافوا من الله ويقروا ويبغيوا المالك يقول لك الساد مهدد يلا مشوا معايا أجل سائر الساد نحن عارفين من المشقوق الحد جميلوده عارفه الساد الشارف الإدريسي اقسموا بالله العالية العظيم أنا كنقوله في الرقبة ديالي وما كنت صاحب الجلالة نصراه الله وأياده را المسؤولي في العقد نحن الجنود الخفاء ديالك سيدنا الساد مهدد اقسموا بالله باسم سعيدة حوكل وباسم سكان جماعة الزينة وفلاحي نشهدوا بأن السد مهدد أكبر تهديد خطر وهناك الدولة عشكا نقوله هاتشهادة ما كيبغوش أشكا نوصل الحقيقة وإذاً ولو قعد الشهادة ريان خدنا لنا كل شي وصنا ريان قلنا نفضحه ريان قلنا نجمعه بعضنا ريان قلنا نتعاونه إلى الحق لنا المغرب لا نريد شي شي نظاف نحن نحن نقول المغرب دائماً لا نخصناها ولا نخصنا المغرب يكون مضخم. نحن المغرب حتى المامات. أي شيء حتى يتموز الوطن كنت يتموز الوطن لنا. أخي العزيز ، لا يتم تحمل الوقت يا أخي العزيز ، لا يحترمون الوقت. مرمي تتسالي لليف ديالي. أنا أكدوه عطي تلصد فيس ديالنا. مونا ذي السايد الحدد معروف على السايد الوطني حالياً في هذا العام الآخر. وسايده حوكال جندي الوطني وانا اقل اي واحد تفنم ذيك الناس اللي كيعرفوني. هم يقدرون تصلو بك وعرفوك سيكون انا. ساعد احوكل دائما. الصحراء المغربية حتى يعني الله هو الارض ومن عليها. الله الوطن المالك. عاش المالك. شكرا لكم. ان شاء الله. ان شاء الله بادني الله السامع القادر. انا عندي فيديوهات عندي كل شي لكي واتقكم اخوة الكرام. انا اعطيكم الصفحة ديالي اي صاحية فيكم. نقولكم ساعد احوكل. كي اغطيكم ذهو الزولي تمت نشرها لكم. كامل احترامات ومسئولية. باسم ساعدة حوكل. كنقول اي صاحفة من ذات سيجان عندي. انا اعطي الصفحة ديالي للولة والتانية. هو الزاخاي. هو صديقي الفيديو سلي كتشوفوهم تماما. وشوفوهم واش حقيقيين. واش كنكتبو. وشوفو الناس كيفاش كدعاني. اي فيديو. اي صاحفة جامعة. انت الصاحفة هذا. جازكم الله خيرا. خدوا. وبرتاشي واه. وروا من العام. رأي العام. احنا ان الناس. اه جادي فكرة مزيانة سولتيني فيها. انا النوش كبر. الصراحة وما يخصكم تيقوا بذلك. انا الناس كيخرقوا العيل دياله معي. واش نقول لك علاش. وقيل افهمت وذي قلت النفس والاطفال كي ارفوه. المرة منك تتخلع. كين مرة كيسقتلى العيل في كرشة بهذه العبارة. كنقولو كيسقتلى. وكين مرة اللي كيتهرش للعائل او كيوقع له شي خالل في دماغ من داخل في كرشة. كين مرة كيسقتلى العيل بالمفجار. في حاسة عيد ما تطلو العيل تسقتلى العيل من كرشة. وكين المرة. بذيك المفجار. كيوقع له اما شي خالل في عاقله. اما في الكابيت. اما في المعيدة. مهم ديك شي ضل اذا كين الخالل في السبب مما قايل. بذيك المفجارات ما عنده بشي الوقت. يقدر يفجر لك في طنجد الليل. يقدر يفجر لك في الحداش. يقدر يفجر تسعود الصباح. يقدر يفجر معه النهاردة الجمعة. الله اكبر صلاة الجمعة. وتوحنا في الرقبة دينا قلت لك فيديو. كيف تسمعوه? عاد سمعوه العادان عاد سمعوه كل شعاتينا عاد عيش معي. وخام عرفتين وصلكم الصوت. الصوت الخير العزيز. شفتي غزة. ومعاك احتراماتي الاشقاء اونا اخوانينا في فلسطين. والله هذين كان عيشوا في حالهم. هنا كانوا يصوروا الناس ديكظن فيه شرقاوي. كيف يقع لهم يقولوا مو التليفون ما يقعد له هذين ومش يقع لهم. ما يقع لهم يصوروا هذه. شنو يقع لهم؟ كيجمعوه. كيجمعوه هو التليفون. وزراب الطمس كوت ويسكوف. هنا يا في جامعات الزينات. الرسالة الرسالة عن صاحب الجلالة. والمجلس الاعلى للحسابات. الله بالصح. والمسؤولين الدولة. خاصة كان هذران على اللجنة اللجنة يكون فيها صاحب الجلالة. اللي فيها تقرير نموذج التنماوي. اللي كيتحدث على المواطنين. احنا ما نقول صراحة. ما اعترفين ومتبعين جميع الاطورة صاحب الجلالة. الساكنة زينات. كيموتوا على صاحب الجلالة. وعلى الوطن. على الصحراء. الطفل واحد هنا تقول له الولاة الصحراء. وداب انا انا عبد الضاحف. قل لي سبتمليلية. يلا. قل لي الجزر المغربية. قل لي الجزر الجغرافية اللي كيتحدثوا اللي هي كان سمع في الصحفة. كان مرتخي ديالي. اعطيني التفل المغربية بالصحش كلهم احنا. احنا احفاظ المقاومات مني حزمار. صراحة. اشترك الان في قناة اشواقع تيفي. وفاعل الجرس ليصلك كل جديد. وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواقع تيفي. شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.